موسيقى موسيقى هذا المنزل 3 موسيقى موسيقى تعالوا نشوف مع بعض كده الأكزامل بتاعنا بيقول ايه دي صورة العربية بتاعتنا موسيقى طيب هنا احنا عملنا شوية الكلمة عملناها وهنا اللي هي والتي اللي هو الطايم عملنا له طيب تعالوا نشوف كده مع بعض لو احنا عملنا دي هنا هنقول ده تي اللي هو الطايم ودي اللي هي الطايم بتاعنا 1 2 3 4 ده متغير فبالتالي احنا عندنا كل ما الطايم بيتغير كل ما الطايم بتغير الطايم اللي عندي هنا 15 بعد 2 طبعا هتبقى 30 بعد 3 هتبقى 45 بعد 4 يبقى 60 يبقى احنا لقينا هنا ان كل ما الطايم بيتغير الدستانسة عندنا برضو بتغير طيب تعالوا نشوف مع بعض كده ايه اللي ممكن يسألني فيه سألني هنا 3 questions اول حاجة بيقول لي represent the relation between d and t graphically هنعملها مع بعض does the graphically representation passes through the origin point 00 number 3 find d over t in each case what do you not طيب تعالوا نشوف كده هنبدأ بالاخر هو قال لي find d over t in each case فهيبدأ كده دي اللي هي 15 في اول مرة 15 divided 1 هيبقى 15 30 divided 2 برضو 15 45 divided 3 15 60 divided 4 15 اه ايه ده معنى ايه بقى d over t equals a constant expression which is 15 يعني كل ما نعمل distance divided time يطلع معنا الاجابة 15 نرجع بقى كده مع بعض number one graph بتاعنا هذه graph time in second with distance in meter تعالوا نبص على graph لو انا عملت represent the one هيبقى 15 point d اهي وعندي بعد كده two هنلاقيها عند 30 point d كده وبعدين three forty five اهو بعدين four هيبقى 60 بالشكل ده هعمل connects للpoints دي كلها هيطلع grab بالشكل ده من خلال number one نقدر نجاوة number two does the graphical representation passing through the origin point هل graph اللي احنا رسمنا ده بيعدي مع origin point طبعا زي ما احنا شايفين هنقول له yes passing through the origin point طيب تعالوا نشوف مع بعض الكلام ده نقدر نترجمه ازاي او نقول عليه ايه definition بتاعنا اللي هو direct variation definition بقى بيقول لي ايه it said that y varies directly as x زي ما احنا شوفنا في الاكزامبل اللي فات ان كان فيه distant with time وكل ما نشوف ال time كل ما بيزيد فبالتالي distant اللي بنطعها بتزيد تده كده اسمه direct variation هنا بيقول لي اي سيمبلز عندنا بدل دي و تي لا هنقول بقى y varies directly as x and it is written y العلمة دي كده معاناها ايه varies y varies as x f y equals m x يعني ايه m ده اللي هو اللي احنا طلعناه في السؤال بتاعنا يبقى انا لو شلت علامة اللي هي العلامة دي كده ممكن احط equal بس لازم احط equal constant بس هام ال constant ده m اي حاجة مفيش مشكلة بس هابعرف ان ده constant يعني number مش variable طيب ده معناه ان y equals m x or y over x equals m اللي هو constant عندنا طيب where m طبعا لازم يقول لي where m is a constant طيب تعالوا نشوف نوت تانية كده بيقول if variable x takes the two variable x1 و x2 يعني احنا عندنا two variable x1 و x2 and the variable y takes the two variables y1 and y2 respectively يعني على الترتيب then y1 over y2 equals x1 over x2 يبقى انا لو عندي two variables لل x و two variable لل y قدر اكتبهم بالشكل اللي قدامنا ده طيب نشوف مع بعض نوت تانية كده بيقولي the graph which represent a direct variation زي ما احنا شوفنا في الجراف بتاع الكارر اللي احنا رسمناه من شوية لانه ان في relation بتاعتنا دي ترسمت لازم تتعدي منين الجراف بتاعنا لازم straight line passing through the origin point فبيقولي the graph which represent a direct variation between x and y is a straight line يبقى لازم يطلع عندي straight line ايه كمان passing through the origin point زي الاشكال اللي هنشوفها مع بعض دلوقتي كده زي الشكل ده كده بقى كل الاشكال دلوقتي بقى كل الاشكال دلوقتي طيب نشوف مع بعض كده مثل الثاني. مثل الثاني. بيقول لي هنا احنا اتفقنا مع بعض دي هنقولها varies. if y varies directly مع ال x then y equals 14 and x equal 42. بيقول لي زين find. عايز مني يبقى find first the relation between x and y. اول حاجة عايز اجيب ال relation between x and y. second find the value of y when x equals 60. طيب تعال نشوف مع بعض الخطوات بتاعتنا. الحل. اول حاجة solution. first هو قال لي ايه في السؤال? لازم استفيد بالgiven اللي هم الدهوني. y varies directly مع ال x. يبقى هنكتب كده since y varies directly with x. since y varies directly with x. ده معنى ايه? لو احنا شلنا علامة ال varies دي خالص. هنحط مكانها equal and constant. يبقى لازم نقول y therefore y equals mx. تمام? طبعا ولازم نقول ان ال md is constant. مش variable. تمام? where m is a constant not equal zero. ما ننفعش ال md تكون equal zero. يبقى لازم نوضح ده في الخطوات بتاعتنا نقول ان ال m constant not equal zero. طيب هنبدأ نعمل substitution. يبقى قوله by substitute for the value of x and y in the relation. هنشيل بقى ال x وال y اللي هم يديه لنا. ونحط اليه النمبرز بتاعتنا. يبقى ال y ب 14 وال x ب 42. يبقى انا هكتب كده دلوقتي. therefore 14 equals 42 time m. طيب انا عايز دلوقتي اجيب ال m الوحدة. يبقى ال m equals therefore m equals 14 divided 42 اللي هي equals 1 over 3. كده يبقى انا اجبت ال constant بتاعي. يبقى من هنا اقدر اكتب relation. اللي هي دلوقتي عندي بدل بقول بقى y equals mx. لا اقول على طول y equals 1 over 3 x. كده انا جبت relation. تمام. ده first part. second part بقول لي find the value of y when x equals 60. يبقى انا هشيل x وحط مكانها 60. اعمل direct substitution برضو. يبقى اقول له كده second when x equals 60. يبقى لازم اشيل x وحط مكانها 60. بالشكل اللي قدامنا ده كده هقول له therefore y equals 1 over 3 times 60 اللي هي equal cam 20. طيب يبقى لي خلي بالك هنا انت عندك two variables. اللي هما x و y. وكل واحد فيهم لي two values. يعني عند two values. اللي هي x ليها two values. with two values وال y برضو ليها two values. فانا المفروض اشيل x وحط مكانها. اقدر اعود بالrelation دي برضو. بصوا كده معي. اللي احنا قلناها في الاول. y1 y2. لو انا سميت دي كده y1. يبقى اللي هو طالبها مني y2. دي كده x1. يبقى دي اللي طالبها او اللي معي x2. وقدر اعمل direct substitution بنفس الكلام. تعالوا نجرب كده. لو انا كتبت y1 اللي هي 14. وكتبت y2 معرفاش. كتبت y2 equals x1 دي. اللي هي عندي 42. وعندي هنا x2 اللي هي 60. وعملت cross multiplication على طولها. قدر اطلع y 14 times 60 divided 42. هتطلع معي على طول y 20. طيب انا ما عملتش ليه هنا لان هو في number one او first طالب مني relation. فكنت لازم اعمل relation وبعد كده لو عايز اجيب الجزء التاني او second part اقدر اجيبه بالrelation دي مفيش مشكلة. تمام? يبقى دي النوت اللي عندنا نقدر نستخدم relation بتاعتنا y1 over y2 equals x1 over x2. طيب. نمسح ده كده. خلاص عملنا بالسؤال بتاعنا بالطريقة الاولية مفيش مشكلة. طيب نشوف مع بعض بقى example تاني. بيقول لي if x and y are two variables where y varies directly as a multiplicative inverse of 1 over x power 3. طيب احنا فاكرين يعني ايه multiplicative inverse؟ يعني بنعمل reciprocal. يعني بنشقلب يعني 1 over x power 3. المفروض نعكسها نخليها x power 3 over 1. طيب تعالوا نشوف كده solution بتاعنا. number one لازم الاول اقول لي وانا استفدت ايه من ال given اللي عندي. since ترجبنا الكلام y varies the multiplicative inverse of 1 over x power 3. ده معناه ايه? هقول y equals على طول. او y varies على طول مع مين بقى? ها? x power 3. اللي احنا اولنا ما نطلب لكيتب inverse يعني هنعمل reciprocal. يبقى y varies على طول مع x power 3. لو احنا هنشيل علامة ال variation دي خالص لازم نحط equals و constant معانا. يبقى هنقول therefore y equals m x power 3. ما ننساش لازم نقول ان m is a constant not equal to zero. تمام. طيب. تاني خطوة عندي هبدأ اعمل بقى ايه? direct substitution. اننا نشيل ال x وال y ونحط النumbers اللي هو الهالي. هقول له since ان انت قيل ان ال y equals 18 and x equals 2. therefore 18 equals m times 2 to the power 3. يبقى 2 to the power 3 equals 8. يبقى ال m الوحدة هنعمل عكس time divided. يبقى m equals 18 divided 8. اللي هي equals 9 over 4. كده جبنا ال constant. نبدأ نقول بقى relation بتاعتنا هقول له therefore y equals 9 over 4 x to the power 3. ودي هي relation بتاعتنا. between x and y. طيب. طلب مني حاجة تاني اه? قال لي find the value of y when x belongs to zero one and four. يبقى المفروض ان انا هعمل substitute لل x مرة ب zero مرة ب one مرة ب four وطلع ال values دي. هنبدأ كده as x equal zero الاول. x equal zero يعني ان انا نشيل ال x وحط مكانها zero. يبقى y equals nine over four times zero. يديني zero. طيب بعد كده هنعمل ايه? هنشيل ال x نحط مكانها one. as x equals one. يبقى يطلع الاجابة اعطوا. y equals nine over four times one equals nine over four. تمام? فضل من كمان? هنقول as x equals to four. يبقى هنشيل x نحط مكانها four. يبقى y equals nine over four times four equals nine. طيب. تعال نشوف كمان example. example number three. بيقولي هنا f a power two plus four b power two equals four a b prove that a varies direct with b. طيب احنا عشان نسبة اصلا ان ال a varies directly with b. ده معناه ان انا لازم اقول ان ال a over b ده يديني ايه? constant. طيب تعال نشوف الحل بتاعنا كده. او ال a equals m b. حاجة من الاتنين. طيب تعال نشوف solution كده الاول. يبقى اول خطوة انا هقول كده دلوقتي to prove that in a varies directly with b. we prove that in a equals constant. اللي هو m. يبقى عند ال a equals m b. where m is a constant not equal zero. يبقى انا عايز ازبط دلوقتي ان ال a equals m b. او زي ما انا قلت a over b ديني انا استنت الاتنين صح. طيب هناخد بقى اللي موجود عندي في ال given. هو مديني دلوقتي ايه? هقول له sense. ان a power 2 plus 4 b power 2 equals 4 ab. طيب انا لو دخلت 4 ab النحية التانية هعمل minus. يبقى شكل the equation بداعتنا بالشكل ده كده 0 4 a power 2 minus 4 ab plus 4 b power 2 equals zero. طيب هبدأ اعمل factorizing لها. ده perfect square. فبالتالي perfect square يبقى شكله 0 4 زي ما احنا هنشوف كده a minus 2 b all power 2 equals zero. لما يكون equal zero. يبقى عندي a minus 2 b برضو equal zero على طول. 0 4 a minus 2 b equal zero. ومنها هقول 0 4 ان the a equals to b. ده معنا ان the a equals constant b. the two هنا تعتبر constant. طالما هنا وصلنا للي احنا عايزينه ان the a equal constant b. 0 4. هقول له بقى على طول 0 4 ان the a varies directly مع مال بي. تمام نشوف اكزامبل تاني. اكزامبل نمبر 4. بيولي هنا ايه. fv denotes the volume of a right circular cone. its height is a constant. and fv varies directly as a square of radius length of the base of the cone r. and the volume of the cone was 477 cm3. when the radius length of its base equals 15 cm. طيب تعال نشوف ايه اللي مطلوب الاول. بيقول لي find the volume of the cone when the base radius length equals 10 cm. تخلي بقى لك انها عندنا هنا في two variables. v والr. طيب هو قال لي ايه هنا. ممكن نعمل underline كده. v هي كلمة v varies directly as a square of radius length of the base. يبقى هنا نقدر نترجم الكلام ده. هنبدأ الاول solution بتاعنا. طيب هنقول لي الاول كده. since. او احنا عندنا هنا زي ما اتفقنا. عملنا underline. v varies directly as a square of radius. يبقى هنقول كده. v varies directly with r to the power 2. اللي هي r square. طيب يبقى 0.4. نقدر نقول v1 over v2 equals r1 power 2 over r2 to the power 2. تعال بقى نعمل direct substitution. يبقى هنقول 0.4. v1 over v2. مو نقدر نقول كل الكلام اللي عندي ده. power 2. ممكن ناخد ال power 2 في براكت ونقدر نقول في الشكل الجديد ده. يبقى افضل لو عملنا direct substitution فيه. يبقى r1 over r2 all power 2. طيب احنا عندنا هنا v1 اللي هو ال volume اللي هم الدهون الاول. يبقى هقول له كده. و r1 اللي هو برضو radius اللي هم الدهون الاول اللي هو 15. هنقول له where? v1 equals 477 cm3. r1 equals 15 cm. احنا ايه اللي ناقص عندي بقى? هلازم اقول له ايه اللي ناقص? احنا ناقص عندنا v2. يبقى نكتب v2. وعندي برضو r2 موجودة 10 cm. نبدأ نعمل بقى substituting لل values اللي موجودة عندك دي. يبقى v1 هنشيل ونكتب مكانه 477 بالشكل اللي قدامنا ده كده. و v2 ما نعرفوه هنكتبه v2 equals 15 power 2 over 10 power 2 equals 4 over 9. يبقى انا عندي عايز اجيب بقى v2 الوحده يبقى هعمل cross multiplication. هقول على طول v2 equals 0 for 9 times 477 over 4 equals to 112 سنتيمتر كيوب. تعالوا نشوف مع بعض كده definition بتاع inverse variation. نبدأ اول حاجة بيقول لي it said that y varies inversely as x and it is written as y varies 1 over x. يبقى كلمة varies inversely ما بنكتبهاش y وعلى طول عالمة various وبعدين x لأ. كلمة inverse بنكتبها one over x. تمام. يبقى كلمة inverse دي خلتني اشعر لبدل ما هو x اقولها لأ one over x. طيب ده معناه امتى? if y equals m over x. زي ما where m is constant not equal zero. طيب بيبقى الشكل بتاعنا عشان اقول ان ال y varies inversely مع ال x. ده معناه لأم اقول y equals m over x. لأم اقول برضو ان ال x times y ديني constant. ده معناه ان ال y varies inversely as x. تعالوا نشوف مع بعض النوت بتاعتنا. بيقول لي if the variable x takes the two values x1 and x2 and the variable y takes the two values برضو. y one and y two respectively. خلي بالك بقى هنا. y one over y two equals x two over x one. خلي بالك احنا هنا عكسنا. يعني y one y two. خلينا x two هي الاول وبعدين x one. تمام? طيب. بدينا هنا example على inverse variation. تعالوا نشوف مع بعض الاexample ده. بيقول لي هنا the uniform velocity v change inversely as time t when the cover distant is constant. يعني ايه? فاكريني الاexample اللي خدناه قبل كده في ال direct. احنا قلنا ال direct. كان ال velocity d over t. اللي هي distant over time. طيب. فاحنا هنا عندنا ال time كل ما بيزيد كان ال distant بتزيد. طيب هنا المرة دي بقى لا هيكتب لي ايه? ان v equals d over t. هنا ال velocity عندي بتعمل inverse variation مع time. يعني انا كل ما ازود في السرعة بتاعتي هقال للوقت. بالضبط كده ده اللي حصل. يبقى ده الاexample بتاعنا. او ان انا قادر اقول برضو. or in the v equals distant. تمام? تعالوا نشوف بقى example على ال inverse variation بارقام. example number one if y varies مع one over x. كده دي معناها inverse على طول زي ما اتفقنا. then y equals three x equal two. then find. عايز مني ايه دلوقتي? عايزنا اجيب number one first the relation between x and y. بعد كده number two or second find the values of y when x equals one point five. طيب نبدأ كده الحل بتاعنا. اول خطوة هنقول له ايه? first since y varies inversely with x. اللي هي معناها one over x. therefore على طول هنشيل علامة variation ونحط مكانها constant. therefore y equals m over x. طبعا لازم نقول ان ال m not equal zero. وان m constant not equal zero. طيب هنعمل بقى substitute for the two values اللي عندي اللي هي ال x وال y. عشان نجيب relation بتاعتنا. طيب هنقول زر فور بقى هنشيل لل y نحط مكانها كام زي ما هو ال three وال x نحط مكانها two. يبقى هنا زر فور three equals m over two. يبقى ال m الوحدة على طول. therefore m equals three times two اللي هي equals six. يبقى relation بتاعتنا هقول له therefore the relation y equals هنشيل ال m على طول نحط مكانها six. يبقى كده y equals six over x. كده انا جبت ال relation بتاعتي وده first required. طيب number two او second بيقول find the value of y when x equals one point five. يبقى انا هاشيل دلوقتي ال x خالص. وحط مكانها one point five. هقول له كده second when x equals one point five zero four in y equals كامعة اطول six over one point five equals four. طيب تعال نشوف اكزامبل تاني اكزامبل number two. بيقول لي هنا if a power two b power four minus ten a b power two equals negative twenty five. prove that a varies inversely as b power two. طيب نشوف كده solution بتاعنا. اول خطوة عندي هنا ايه? solution. هنبدأ ان نقول to prove that a varies inversely as b power two. ويبروف ذات ايه? عشان نقول ان هي inversely لازم يبقى عندي ال a وال b power two اللي عندي دول لازم بتاعهم يكون constant. ده اللي احنا عايزين نثبته. طيب هنبدأ بال given زي ما اتفقنا. هنقول since ان ال a power two b power four minus ten a b power two equals negative twenty five. هبدأ او ازبط الكلام ده وندخل ال negative twenty five جوه يبقى انا عندي هقول له zero four الشكل اللي قدامنا. a power two b power four minus ten a b power two plus twenty five equals zero. ده برضو perfect square نقدر نعمله fact rise يبقى شكله بالشكل اللي قدامنا ده كده. a b power two minus five all power two equals ten. هنتخلص او هناخد على طول اللي جوه اللي هو a b power two minus five هنقول عليه equal zero. فبالتالي المينس five تروح النحية التانية يبقى a b power two equals five على طول. طيب طالما التايمز بتاعهم طلع constant زي ما اتفقنا يبقى ده كده a inverse variation. يبقى انا هقول له zero four a varies inversely as b power two. طيب نشوف ايجزامبل تاني. ايجزامبل number three. المرة دي هنا في ايجزامبل number three بيقول لي ايه. show which of the following tables represent the direct variation which represent the inverse variation and which doesn't represent the direct variation or inverse variation. while mentions the reason on each case. يعني اولي السبب في كل case انت شفت فيها اذا كانت direct ولا inverse. طيب ادي هنا التابل بتاعنا دي الدياتة اللي هم الديهاني. the x by three y by twenty. the x by five the y by twelve four fifteen six the x y قدامها بتان. طيب اول خطوة اللي اسهل ان انا بعمل times. يعني هعمل times times twenty هاديني 60. five times twelve هاديني 60. four times fifteen برضو اداني 60. six times ten اداني 60. اوه يبقى كده بتاعهم اداني constant. ده اخر حاجة احنا لسه شغالين فيها. اللي هي inverse a variation. يبقى انا هقول له كده ده السبب. هقول له sense او عندي ان ال x times y equal 60. therefore ان ال y varies inversely مع ال x اللي هي بتكتب بالشكل ده. y varies مع one over x. طيب تعالوا نشوف relation تانية. ادي بتابل بتاعنا. اداني ال x two four twelve sixteen. والداني ال y nine eighteen fifty four seventy two. طيب تعالوا نجرب كده. two times nine eighteen. four times eighteen من غير ما كمل اكيد هي برقم اكبر من ال number اكبر من ال eighteen فانا مش هكمل ان انا اعمل time. طيب تعالوا نعمل divided. ده انا خدت y over x يعني nine divided two هتطلع ب nine over two. ممكن استخدم الكالكليتور. eighteen divided four هتطلع برضو nine over two. fifty four divided twelve برضو nine over two. seventy two divided sixteen nine over two. ده معناه therefore او هقول له هنا ان ال y over x دايما بتطلع معي nine over two. يعني divided of two values. يطلع معي constant فده معناه ان ال y varies directly مع ال x. هكتب له كده ان ال y varies directly مع ال x. طيب تعالوا نشوف relation تانية. ال x بتاعتنا هي three and negative two negative eightين و nine. وال y عندي six and negative nine one. و negative two. طيب. تعالوا نجرب كده. three times six eighteen. مزبوط. negative two times negative nine. هي الديني برضو اتين. negative eightين times one. هي الديني negative اه هنا اداني نمبر negative. وفوق هم يديني ال values كلها بصف. يبقى كده ما ينفعش. طيب تعالوا نجرب. لو عملت six divided three. هيطلع معي two negative nine divided negative two. هيطلع معي four point five. يبقى ده معناه اني ولا time اداني constant ولا divided constant. هادر اقول له كده. doesn't not represent the direct variation or inverse variation. يبقى هنا ال relation بتاعتنا دي كده ولا طلعت direct ولا inverse لان time ما طلعتش constant ولا divided تلعى constant. فبالتالي هاقول له دي neither direct nor inverse. تمام? نشوف اكزامبل تاني. اكزامبل نمبر four بيقول لي if y equals one plus b. where b varies inversely as x to the power two and y equals 17 as x equals half. find the relation between x and y. then find the value of y when x equals two. طيب تعالوا نشوف الحالة بتاعنا كده. اول خطوة لازم نستفيد من given اللي عندي. هقول له sense ان البي varies مع مين زي ما هو قايل? هو قال ان البي varies inversely. وقولنا كلمة inversely لما نيجي نكتبها هنكتبها ازاي بالشكل اللي قدامنا ده كده. بي وده علامة الvariation one over x power two عشان هو قال ايه inversely. طيب هنشيل علامة الvariation يبقى لازم نحط equal وايه? وconistant. فبالتالي هقول الشكل بتاعنا therefore b equals m over x to the power two. ولازم اقول طبعا where m is constant not equal to zero. طيب هنبدأ نشيل الام ونعمل. عندي الواي equals one plus b. لا انا اشيل البي دي واحط مكانها مين? الام over x power two. طيب هنا عندي الواي بكام? الواي بسبنتين. يبقى انا هقول له كده. عندي الواي equals seventeen وال x equals half. هعمل substitute بيهم. therefore seventeen equals one plus m over half to the power of two. طيب therefore half to the power of two اللي هي معناها one over four. يبقى الشكل بتاعنا هيبقى بالشكل ده seventeen equals one plus m over one over four. طيب يبقى هنا هودي البلاس النحة التانية بال- يبقى seventeen minus one يديني كام? sixteen. يبقى zero four sixteen equals m over one over four. zero four على طول ان الام تبقى equals one over four times sixteen اللي هي equals four. كده انا جبت الconistant بتاعنا اللي هو four قادر اعمل على طول direct substitution في ال relation بتاعتنا. يبقى y equals بدلا ما اقول ام بقى هقول four على طول. يبقى y equals one plus four over x to the power of two. فاضل حاجة واحدة هنا ان انا اشيل x واحط مكانها two. هقول له when x equals two يبقى y equals one plus four over two power two. اللي هي equals four طبعا. over two يعني four. four over four بone يبقى one plus one يديني في النهاية two. by the end of this example we finish this part and this lesson and goodbye and see you soon.